هي طوابير غير منتهية تشكلت أمام محل لبيع الخبز التقليدي وهي التجارة التي بدأت تعرف انتعاشا كبيرا بعدما أصبح الكثيرون يفضلون اقتناء المطلوع يوميا أنا معرفة هنا في ورقلة عندي سبع سنين وانا هنا في ورقلة نأخذ الكسرة معرفة هنا الناس كلها يجيوني الناس كلها يشتوني تحضير توتو للخبز التقليدي أصبح ينوب عن ربات البيوت النواتي عجزنا عن تحضير مثل هذا النوع من الخبز يجيوني ويشترون عندي الكسرة ينسى ولا تخدمش نسى تظل هيما برا لا خدمة لا صنعت اليدين والرجال عادوا يشتوني يتخدم البيتزا ليس اللي يطيب له الكسرة أنا نشيره في الكسرة من برا وخلاص واشرع الدير يوميا يوميا ندي وحدة يبحث الكثير من الأشخاص عن الخبز المحضر بطريقة سليمة وصحية وهو ما يتجسد في الخبز المحضر من طرف توتو الذي لا يمكنك المرور دون أن تقتني ولو جزءا منه ترجمة نانسي قنقر